السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه سبب الحريق اللي حصل في العمرة اللي بتسكن فيها مرفة امين وهل فعلا مرفة امين اتنقلت للمستشفى او تعبد بسبب الحريقة دي وهل فعلا في مصابين بسبب الحريقة والحريقة دي اندلعت فين بالزبط ده كلها نعرفه مع بعض بس يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير الناس اللي لسه مشتركتش معاي في القناة فضلا وليس امرا يا ريت تشتركوا معاي وفعلوا زر الجرس عالكل عشان يوصلوك كل جديد نصلى على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله نجت الفنانة مرفة امين من حريق كبير اندلع في العمرة اللي بتسكن فيها في منطقة المهندسين واصفر عن مقتل شخص بسبب الاختناق وده كان عامل شغال في الشركة يذكر ان الحريق حصل في شركة وهي شركة دعاية واعلام وبسبب الدخان اصفر عن مقتل شخص بسبب الاختناق الحريق اندلع في الشركة اللي بتقع فوق شقة الفنانة مرفة امين وتم على الفور إخلاق جميع السكان وطلعوا كلهم على السطح لحد ما وصلت قوات الحماية المدنية وقامت بإنقاذ المواطنين والسيطرة على الموقف وإطفاء الحريق ده كان الخبر بتاعنا مفيش أي صحة لإني فنانة مرفة تأمين رحت المستشفى أو أي حاجة الحمد لله يا بصحة جيدة وده كان الخبر بتاعي لو وصلتم معي لحد هنا وعجبكم الخبر ياريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان نصالوا كل جديد أترككم في رعاية الله وإمان والسلام عليكم